دلوقتي واحنا ماشيين فاضل لنا يعني شهور وربنا يدي لك الصحة والعمر وتكمل 72 سنة في شهر مايو جاي برج التور واللازقين في بعض والتلي برجين الجوزاء الجوزاء لازقين في بعض انت بطلت تدخين وده في حد ذاته يعني فيه ناس كتير منهم اعلام ومشهورين لما كانوا بطلوا الدخان لمدة سنة كانوا بيتكلموا عن نفسهم كلام الاساطير وبعدوا انصحوا في الناس ويقولوا انا مش عايز نصيحة للناس انا عايز انا اسأل عم نجم انت بطلت الدخان ليه علشان زينب ولا علشان امو زينب ولا علشان خافت من الموت هو دي مرة واحد علشان اربي زينب علشان اقعد معها اطول وقت ممكن علشان توقف على رجليها واحنا بقينا في مجتمع مفيش دي مرحميني ودي بنت وحنا في مجتمع ذكوري زكوري يعني يعني الرجالة بتطغى على حقوق الستات ده اللي توسطوله يعني؟ اه طبعا اه طبعا معينة لقتي في المرأة بقت وزيرة لا ولا وقت مش عارف عضف مدينة تبقى رئيس الدمورية انفعش لا فيه فيه في الفلبين وفيه في يعني هنا اه هنا يعني بس فيه والله يعني لكن هو سبب تبطيلك للتدخين زينة زينة بنمر واحد اه اما ديه وام زينة وام زينة لان المزينة دي ما تعرفش اه ما تعرفش تروح لغاية اكرشانة وتلجع دي انا وربيها على ايدي انا عارف كنت نشوفه عندك حاجة انتهى البراءة والطور انا عارف والشيلاني وحضناني وتخاف علي وعلى بتصاب ببنتي دي ستي وتدراسي يعني اذا دلوقتي الكلمة لك قبل ما نعمل الحوار مع بعض ونصور كنت قلتلي جملة الهالك دكتور شهير يعني اه انه الكلمة دي هي اللي وجعتك وخلتك تبطل دخان اه لو عايز تربي البنت دي اه فالكلمة دي هي اللي وجع يعني دلوقتي اه يعني لازم دلوقتي يكون عنده حافز قوي جدا ويخاف ويخاف عشان يبطل دخان بس تدخين في حد ذاته لما بطلته مش عاملك اي والله مش مشكلة اه مش مشكلة على الاقل دلوقتي يا متعد انا بفتر وكس بفتر اه يا بقى قوم الصبح السجار الدخان بيسد النفس اه هجريز له هجريز له انا مدخن اه انا كنت مدخلة اه اه انا كنت بقى يعني مش ممكن تلاقي ايدي من غير اله منفعش اه منفعش انت كده مرتاح نفسيا قوي خالص اكتر خالص الحمد لله الحمد لله